بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هلا بالحلوين انا مفرح خطاب النهاردة هعمل معاكم 3 مشروبات صيفية منعشة جدا بجد حاجة كده باشا والطعم تحفة جدا هعمل معاكم عصير مهيتو مانجا و هعمل معاكم مهيتو كمان برطقان و هعمل كده عصير فراولة بالسودا والبرطقان تحفة جدا يلا نبتدي الاول بمهيتو بتاع البرطقان انا استخدمت كده شرحتين من البرطقان و شرحتين من اللمون و 3 اربع ورقات كده من النعنى و معلقة من السكر استخدمهم كده باي حاجة عندك تهرسيها كده اللي انت تطلعي اللي هي النكهات او المعطرات اللي فيهم او اللي هي السوائل اللي فيهم كده زي ما انت شايفة بالطريقة دي وبعد كده ايه هنزل بقى بمقعبات التلج وهنزل بنص كوب عصير من البرطقان او عصير البرطقانية وبعد كده هكمل بيقصودا اي نوع صودا انت حباه انا استخدمت اللي هي السفن اللي هي باللمون ودويبي بقى وبالهنة بجد منعشة جدا وتحفة جدا جربيه و ان شاء الله هيعجبك يلا بقى نبتدي فتان عصير اللي هو مهيتو المانجا ايه طبعا بقى هجيب الكوب بتاعي اي كوب طبعا انت حابة تستخدمي فيه هستخدم شرحتين من اللمون و شوية كده من ورق النعناع و معلقة سكر وهضغط عليهم كده وهرسهم كده لما السكر بتاعي بدأ يدوب و في نفس الوقت هكون كده طلعت النعناع واللمون و كده هنزل عليها بمكعبات من التلك وهستخدم بقى نص كوباية من عصير المانجا التقيلة اللي جدا اللي هي المركزة وبعد كده هكمل بعصير السودا بتاعي عصير المانجا بتجيب كده منجاية وتخلطيها من دون اي مية عشان تبقى مركزة معاك جربوها وبالهنة و نيجي بقى الثالث عصير معانا اللي هو سهل جدا ما بياخدش معاك وقته خالص انا كبت كده اي صوس فراولة عندك اول ما عندك الصوس فراولة و حابة تستخدمي فراولة متفرزانة عادي انا بس كده شكلت الكاسة بتاعتي كده و حطت شوية فقع الكاسة وبعد كده هستخدم شوية من التلك و هنزل بقى بكوب من عصير ببرتقان وبعد كده هكمل برضو بسودا شايفين بقى الجمال قد ايه منعش و جميل جدا جربوهم و ان شاء الله بجد يعني هتعجبوا بهم جدا طبعا هنا تقدر تستخدمي اي نوع عصير انت حبات يعني اي نوع فواكه انت حبات تعملها عصير تعمليها في العصير دوا بجد تحفة جدا شايفين بقى الجمال حاجة كده باشا كنت معاكم فراحة طاب يارب تكونوا الطرق بتاعتها جابتكم تنسيش بقى تدعمينا بلايك و شاء الله فيديو مع اصحابك عشان القناة تكبر بيكم يا حلوين جربوهم بالهنة مقدما سلام عليكم